مرض عضوي نعرف تفاصيل هذا الموضوع وأسبابه النفسية مع دكتور أشرف أصار حسوا الخير دكتور حضرتك خصائي طب نفسي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا شرفتنا دكتور يعني إذن مصطلح الوهم المرضي هو مصطلح طبي وهي تدل على مشكلة نفسية لدى الشخص إمتى بيوصل الشخص إلى مرحلة من الوهم المرضي؟ بالواقع هو المريض لما يبدأ يفكر بحاله أكثر مما ينبغي يعني هي مشكلتها قلق نفسي مع طريقة التفكير المرضي التفكير هو مرضي والتفكير عن المرض كيف يعني بفكر بشكل مرضي؟ أنه بعطي كل عرض بجسمه قيمة أكبر مما هي عليه مثلا ألم الأسنان ممكن نحكي من واحد لعشرة هو بيكون بوجعه اثنين من عشرة بعطي عشرة من عشرة بصير يضخم الآلام عنده والأعراض اللي عنده بصير يربطها مع بعض بصير يوسوس فيها بصير يبدأ شرحة الذهاب إلى الأطباء والمختبرات والأشعة وبتلقوا بيسموه بالطب عندنا متلازمة الملف الكبير يعني لما يجيك على المعيادة بيكون عنده لعدة ملف افحصات كل فحصات القلب أربع مرات مسوي التخطيط ابصر كم مرة الصور وما بيقتنع بيزور طبيب القلب بيطلع من دكتور رقم واحد بروح على دكتور رقم اثنين مباشرة واو يعني حتى ما عنده ثقة بالتشخيص زي ما حكيتي بده حدا يقوله أنه أنه أنت عندك المشكلة الفلانية طبعا أنت ما عندك مشكلة يعني دكتور رقم ما بده يكذب عليك بده يسمع كلمة معينة في باله وما بفهم أنه تحكي له أنت عندك توهم مرضي يعني نحن نتغلب لما نوصل التشخيص إلىه أنت فهمه شو ماله شو مشكلته يعني أنا ما ماده إشي يعني أنا بتخوت بقوله لا أنت ما بتتخوت ولا بتبالغ بس هاي الأعراض كلها اللي عندك مش متناسقة حتى بتتشكل مرض وكنا نحكي هلأ تحت الهاوى أنه لما كنا بكليات الطب لما كانوا يجيبون لنا مريض يفحصونا في اللجنة الطبية إذا واحد بشكي مثلا من صدره وأول جواب بتجاوب عليهم أنه يكون جلطة برسبونا يعني هدفنا كأطب نطمن المريض مش نخوفه يعني بجزهونا كمان نصيحة لازمنا للأطباء المريض جايك وبيكون أصلا خايف مش أنت تروح تحكي له آه الله أنا احتمالي يكون عندك جلطة مش هيك يعني فيه أسلوب فيه كذا هاي بدنضلا نفكر فيها مش أنه ما منفكرش فيها بس ما محكيها أول إشي من بين كل مئة مريض براجع الطوارئ بشكم الألم بالصدر عندهم تسعين واحة بالمئة من يكون عندهم ألام عضلات صحيح عضلات قلق نفسي توتر ولو كل واحد من هالمية واننا لهم معك جلطة أول إشياء الطباء القلب حسيرون نايمي بالمستشفى نعم تاني إشياء استهلاك لما صادرنا الطبية بشكل غير مباركي وإحنا نخوف الناس ما بننخوف الناس نعم طب دكتور يعني عم تحكي أنت هذا الشخص ممكن يكون بده يروح للإكستريم خلينا نحكي بموضوع تشخيص المرض وكتير بيعمل فحوصات وفي أشخاص على العكس بتجنبوا يروحوا على عيادة الطبيب بيحكوا لك ما بدي أعرف إذا أنا مريض هل يعتبروا هالفئة عندهم توهم مرضي؟ ممكن نعتبرهم عندهم توهم مرضي بس هذولا مراحل في مرحلة بتكون بالأول ومراحلة بتسير بالآخر بكونوا بأول المراحل بديهم شي يروحوا خايفين نعم وهذا أسوأ لسه بالعكس أنه تخاف أنه يكون معك إشي ما تعرفه ما تتابع أنه ليش العساس أنه إذا معي مرض ما ما أاخد دواء طب ما هو يعني مش منطقية الفكرة أصلا صحيح رس خوفه الشديد من أنه نروح للمستشفى وعلى الدكتور بالعادي هاي المرأ أمراض اللي بيخاف يروح أو اللي ما بيخاف يروح بكون نابع من خبر سمعوه أو قرأوه أو تجربوا مرة عندهم بالعائلة يعني لازم نلاف كل واحد براجعنا بالعيادة أنه جارتنا محمود قبل يمين فجأة ماتت هو أنا الرعب لكل عائلة طب أنه ليش ماتت وكلهم باعتقدوا بموت الفجأة أنا بحب يعني أحكي كمان عن نقطة موت الفجأة هو وصف لحالة الموت أنه فجأة إنه بدون سبب فيش حدا بموت بدون سبب صح فيش إنسان على الكرة الرضية بموت بدون سبب طبي بالطب التشريح اللي هو الطب الشرعي أي إنسان بموت بدون سبب لازم يتشرح عشان شبهة جنائية أو إشي بيتشرحوا بلاقوا في سبب يعني يا أما احتشاء بالقلب يا أما جلطة يا أما في سبب بيكون والأشخاص اللي بموتوا فجأة هدول بيكون عندهم تاريخ مرضي بس هم مش مهتمين بحالهم نعم بتلاقي عندهم بالعيال إنه بموتوا صغار بتلاقي عندهم بالعيال أمراض ضغط سكري محدش عارفها فبالتالي ما أحد بيكون ماشي فجأة هيك قب لهو مات نعم هذه الفكرة هي نفسها بتسوي الرعب عند الناس الخوف إنه فجأة هو منيح فجأة يموت ما بسير هيك حتى الطب والموت منطق نعم ممكن هي تكون أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الوهم المرضي من أهم الأسباب طب إيش في أسباب أخرى ممكن أنها تؤدي إلى الوهم المرضي عشان الوحد يحاول لأنه يوعا إلها ما يتأثر نفسيا فيها يعني كمان كنا نحكي قبل شوهي أنه إحنا كل ياتنا كشعب نحب نفتي بتلاقي الواحد إذا شك 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 هو معينة كل مصير أطباء نعم إذا شك 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 إيش بالساسي كل مصير محللين فتلاقي هذا الشخص حتى هاي النظرية بطبقها حاله نعم إذا عندك مشكلة روح لدكتور واستشيره وخلص وعند عندهم دكتور جديد اللي اسمه دكتور جوجل يكتب أعراض مشكلته تنزل له المشكلة شو هي طبعا جوجل شو فهمه هو قرأ فحوصاته شافه فيس تو فيس قرأ البدي لانجل شك 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 فهدولة بكونوا ناس يعني يبحثوا عن أي إشي عندهم إلو تفسير علمي وبلعبوا دور الطبيب وبصيروا يعطوا تشخيصات وبصيروا ينزلوا تشخيصات من الإنترنت ويبلشوا رحل العلاج نعم وانت بركي ما فيش مشكل من الأساس من قال لك أنه وجع رجلك معناته أنه يكون في عندك إشي بالعمود الفقري مثلا من قال لك أنه الصدع يعني سرطان نعم وصيروا يعطوا معرض ومرض ويربطوهم مع بعض وهم ما عندهم الخلفية فإذا نقدر نحكيه هنا بغض النظر عن الشهادة العلمية الجهل بالأمور الطبية طبعا نعم ونعطي الخبز اللي خبازه بكون أحسن يعني أنا طبيب إذا عند ابني مشكلة أو بنت مشكلة بأخده مع زميل الطبيب صح أنا طبيب نفسي بس ما فتب أطباء الأطفال صحيح فإنه هاي بتسهل للناس صبعا يعني دكتور بالنهاية هو شخص مش قادر يعيش حياته بطريقة طبيعية مش عم بستمتع بالحياة فشو العلاج يعني أنت لما ينجي عندك هيك مريض شو العلاجات اللي بتطرحوها هل هو سلوكي نفسي أدوية أهم إشي هو العلاج أن نفهم شو المريض شو مشكلته إنه هاي أصعب إشي وأهم إشي إذا اقتنع بكلامك إنه فعلا هاي كلها المتلازمة من الأعراض اللي بتشكي منها ما بربطها سيستم واحد قلب ولا دماغ ولا أعصاب ولا إشي برتاح شوي ومن قوله هذا التوهم المرضي هو اسم مرضك يعني مش ضروري يكون سرطان عشان ترتاح انت منهم ناس بقول لي بتمنى دكتور تقول لي إنه معي سرطان عشان أروح أروح لبيت وأرتاح بس بده يقدم هو بدي يفهم شو بصير لما تحكي له معك توهم مرضي بيتقبل المعلومة بده يفهمها على هنا دكتور هو شطارته قداش بقدر يوصل المعلومة على مستوى الشخص اللي أمامه بقدر ندر شو كان أول إشي منفهم شو معنا مرضهم تاني إشي منحاول نفهم كيف الواحد بيقيم حاله يعني بيعطيش معاني إضافية لحالته إذا بده يقرأ النت بنمنعهم تماما قراءة النت زيارة الأطباء يعني هاي واحدة من شروطنا التفاقية مع المريض بعد دخولك اليوم علينا ممنوع تزور طبيب مستشفى مختبر أشعة ولا إشي خلاص أنت دكتورك هو مسؤول عنك وانتهى الموضوع وهاي أهم خطوة بالعلاج ممكن نلجأ إذا كان معهم اكتئاب أو قلق ناطي من بعض مضادات الأدوية نعم يعني لكن بالنهاية إن شاء الله بيوصلوا إلى التخلص من مرحلة الوهم المرضي طيب دكتور نيني تشكرك دكتور أشرف شكرا إلك أهلا وسهلا فيك شرف